استقبل قداسة كاركين الثاني رئيس كنيسة الأرمن الأرثوذكس في أرمينيا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال زيارته الأخيرة لأرمينيا حيث أعرب قداسته عن أمله في أن تزيد هذه الزيارة من تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وبما يسهم بشكل كبير في تعاون أوثق مشيدا بنفس الوقت بحسن استقبال الحكومة الأردنية للجالية الأرمنية في المملكة ومنحيه أعلى وسام خلال زيارته للأردن والقدس عام 2000 وبدوره أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن سعادته باللقاء وتحدث بشكل خاص عن العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين في الأردن مؤكدا جلالته استعداده لمواصلة دعم الكنيسة الأرمنية والبطرياركية الأرمنية في القدس